بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الكريم ما شاء الله لا قوة إلا بالله تبرأت من حولي وقوتي واعتصمت بحول الله وقوتي سبحانك لا علمدنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم الله عظم قد رجاه محمد وأنا له فضلا عليه عظيما في محكم التنزيل قال لخلقه صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وبركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مشي أيها الإخوة المشاهدون السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نتناول معكم في هذه الحلقة الليلة فضل عمرتي في رمضان فكما تعرفون تعظم الطاعة بحسب الزمان والمكان والزمان هو شهر القرآن الذي قال جل وعلا فيه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان إن عظم الزمان والمكان عظمة الطاعة والعصيان كرمضان مثلا فلا شك أن الطاعة في هذا الشهر يعظم أجرها وعليه فعلنا أن نحافظ على فعل الخيرات وامتثال ما أمر الله جل وعلا بامتثاله ومن ذلك العمرة فهي في رمضان لها أجر عظيم يقول صلى الله عليه وسلم العمرة في رمضان تعديل حجة أو حجة معي فتعديل حجة هذا يكفي والزيادة تعديل حجة معي مع النبي صلى الله عليه وسلم ففي ذلك ترغيب كبير أيضا العمرة إلى العمرة كفرة لما بينهما وأيضا أخرج النسائي أنه صلى الله عليه وسلم قال جهاد الكبير والضعيف والمرأة الحج والعمرة أو كما قال صلى الله عليه وسلم فالعمرة بهذا في هذا الشهر لها أجرها العظيم وقال جل وعلا بشأنها وأتم الحجة والعمرة لله هذه العمرة لا بد من معرفة أحكامها فأركانها ثلاثة هي أولا الإحرام ثم الطواف ثم السعي بعد ذلك يأتي التحلل بحلق الشعر بالنسبة للرجل وبأخي ثومة معناها نقص ثومة من أطراف الرأس بالنسبة للمرأة وهنا تنتهي العمرة لكن لا بد من تفاصيل هذه الأحكام الإحرام مثلا له فضائله وله سننه الإحرام عنده أربع سنن أولا الاقتسال يالله حد يقتسي للإحرام يرتدي أيضا ثياب الإحرام في حالة المعادة الرجل زيفين وطوف بيل المرأة ما عندها مشكلة في اللباس ولو كان اللباس محيطا ومخيطا ما في مشكلة يسوستات يسوه الباس داخلي ما دام طاهلا ما في مشكلة لأن مرأة إحرامها في نحوي وتوفر أنها ما تغطي الأصابع والكفين أيديها ما يغطا والوجه ما يغطا إذن الإحرام عنده أربع سنن الاغتسال وارتداء ثياب الإحرام وركعتين الإحرام بالكافلون بعد الفاتحة طبعا والإخلاص فلقع الثاني عقل الفاتح بعد ذلك توصل التلبية اللي واجبة توصل بالإحرام وصلها بالإحرام سنة وهو سنة الرابعة التلبية هي حد يقول لبيك اللهم ولبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملكة لا شريك له إنه أحد عنه ملب بعمرة هذا الإحرام عليه أن يكون من الميقات وعليه حد ما شف عمره متجه إلى جد ومثل معد مكة يا الله يحرم حيث حاذ الميقات الميقات لا يحاذيها من فوق لأنه في الطائرة مثلا هي المحاذاة ما أن تكون من اليمين أو الشمال أو فوق معناها ما في محاذاة من أمامه ولا من خربه لما في محاذاة من الناحية وإنما هي عن اليمين أو عن الشمال أو في الطائرة وتحد فوق الميقات خللي يقول وحيث حاذا واحدا مرة ولو يبحر معناها يحرم حاذا واحدا من المواقعات المعروفة لأن كل جهة لها ميقاتها ولا يجوز أن نتعد الميقات ما لم نحرم معناها عن اللي من له يعود واعد جدة يا الله فاخر توقفته يعود يعتسل يعود بعد راه واغتسل لذلك سنة يعود متوضي لأن غاصل الإحرام ما يوصل به لأنه يغاصل الجمعة لا يوصل بها لا سحو مواجب سنة ما يوصل به واتحد على وضوع وبحث أنه بقي على طهار وعود يصلي الركعات إلى المضيف يقول عنه الآن حد المقات وعود حد يبدأ يصلي ركعتين كما رأينا بالفاتحة والكيف والفاتحة والإخلاص بعد الركعتين ينوى حد عنه حارم بالعمرة ويبدأ التلبية أراه جل إحرام والإحرام إلى خلق العود حد يحرم عليه ما يحرم عدد المحرمية سوى العمر الصوى سوى حج من ذلك مثلا الطيب والدهان وقص الأظافر وإلقاء الأوساخ مثلا مع التحاد القديس سحم ومنع الطيبة لهو الإحرام ومنع الطيبة ودهنا وضرار قامل وإلقاء وسخين وظهرين شعر ومنع النساء وأفسد الجماع وإيضا وسط رأي الوجه أو الرأس بما يوعد ساترا ولكن إنما تكون عنوث سقوف فاز معنا هذا موانع الإحرام المعروفة يعني أحد ما تريد يعدل مذاكر اللي يحرم عليه اللي بيّن منه شي أراه ما دام أحرام مبدأ التلبية ما يتم مواصلها دائما أغلب من اللي ما يتركها يندب له عن وجد ده عندما يتغير الحال يجدد هوتوف حتى يصل إلى مكة شرفها الله تعالى يعود يثبت الأمتعة اللي عنده مكان النزول من لين ثبت أمتعة له يتجه إلى بيت الله الحرام يشبحت ما يقطع عنه يتجه الشور بصرعة حسب الطاقة ويجي يدخل المسجد مصليا على النبي صلى الله عليه وسلم ذاكرا الله سبحانه وتعالى بسم الله يبدأ الطواف الشوط يبدو من عنده الركن اللي في الحجر الاسود ولا يتماشي حتى يعود إليه يعود الشوط واحد الأشواط سبعة سبعته أشواطي أشواطي وليه يعود الطواف ولاء منها متوالي يعود حد خارج عنه اللي ينقال له الشال أروان معناها البدن كامل يعود الشال أروان ما يمس العتبة البيضال اللي تعود بين الركن اليماني اللي بين الركن اليماني والحجر الأسود كل عتبة حد يبعد عنها بعض الناس يطلع عليها لعدها هم التقبيل حد حد في الطواف يالله ما يوطع عليها يبعد عنها وكاتي يهبيه لجي عيدة مكملة هي عيدة داخلة في البيت منين يجو أسبعة شواط حد قد يلمس الركن اليماني اللمس الأول سنة وبعد ذاك مندوب عود ما اللي حد يبتعد عن الحجر حجر إسماعيل يعني عود يطوف من ورائه الطواف واسي حد لا ماشي حد قاد يتواطع لابد يتواطع لابد مش لك رعين النص قال ولي الطواف اللي ماشي وإلا فدم اللي قادرين الطواف ما ينقطع لإصلاع للجنازة راو حد قطعه لجنازة يعود بطلبه اللي جنازة فما هي متعينة والطواف واجب فهات حد تخل فيه لإقامة صلاة الفرض إلى عادل إمام قجم ويندبو كمال الشوط في حالة النفاة خلف الشوط منين ينتهى من أسباع الشواط بالطريقة اللي كنا نقوله لهي يصدر ركعتين خلف مقام إبراهيم وكونهما خلف المقام صفة مستحبة لا شرط معناه يتوسى وفهم في أي مكان حد ما رأى مكان خلف المقام ويصليهم وتوفى ما تيه يصليهم بالكافرون والإخلاص طبعا بعد الفاتحة هما لكي اللي حرام وبيل اللي كنا نقوله بعد الركعتين رهما لا بد حد يعود الجماعة بين الركعتين والطوافي بالطهارة وحدة ولهذا حد يخسره وفاق بالطواف ومشهد والله ورجع ما كيف يلسل ركعتين به وهون عاد فعلى جزء الطوافي بالطهارتين ولا كما يصح به ركعتين جزء من الطواف والطواف لا بد وإن يكون بالطهارة وحدة هو كامل بعد الفراغ من الركعتين اللي جزء من الطواف راهما بالطواف تم قلنا عنه ولاءا وعنه ملاهي عود ما شلك العين إلى آخر ما رأينا من واجباته راهما انتهى الركن الثاني مركان العمراء لا يحد يتجه شور السعي يذكر قوله تعالى إن الصفا ومارة من شعائر الله فمن حق البيت ويعتمره فلا يناح عليه أن يطوف بهما له جل الصفا وفهم أربع سنن يا الله يصعد للصفا إلى عاد رجل إلى عاد امرأة والمحل خلا من أجانب تطلع الفوق وإلا تخل عنها طلوع فهم الدعاء يعود حد النصيال ورقيه عليهما كمرأة نيخ خلا يعود حد يدعو الله تعالى فوق الصفا ولقد يشوف الكعبة اللي يشوف خلاص يشوف ويدعو الله تعالى فمن الدعاء فهم أجر وعظيم الدعاء يستجاب في أماكن معروفة ويتحد يقض من الصفا الشور المروة لهي مر على عمودين أخضرين بالنسبة للرجل يا الله يعد الخبب أنا يا الله يدفع فهم النساء ما يدعوه منين يجو للمروة وراه وانتهى شوق يرجع عملي للصفا حتى أنهم يجو أسباع شواط ويتحد يبدأ بالصفا الحديث يبدأ بما بدأ الله به يبدأ حد بالصفا ويجي المروة وهكذا يتم يمشي ويرجع إلين يجو أسباع شواط ويتحد يواظب على الدعاء راه هو السعي الطهر فيه ما يشرت من دوب وطوف ولي هذا أحد يخصي فيه ما عنده مشكلة لا يقدي تابعته في لا يقدي تابعته في ذاك السعي ما عنده مشكلة غير السعي من نفسه هو هون فات 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 طاف والسعي عادي صح اللاعق بطواف وصحته بتقدم طواف ونواف أرضيته راه هو منين ينتهى السعي اللي قلنا عنه الطهارة فيه اللا من دوب هي والستر فيها اللا من دوب بين اللا كلها من دوب منين ينتهى السعي يقول حد يحلق راسه وحات رجل رحم الله المحلقين كما قال صلى الله عليه وسلم وآعاد ها ثلاثا رحم الله المحلقين رحم الله المحلقين والرغ قال المقصرين معناه اشبه حد راسه يحلق بالموس موس معروف عند الحلاق المرأة تأخذ من راسها من أربعة جهات من الأمام الخلف من الجهتين قدر ثوم هذا يعود ذاك بالتحلل من الإحرام السابق اللي عدل المحرم في العمرة اللي بأنه منين عدل الإحرام قالنا عنه محرم عليه ما يحرم على المحرمين رأوا هنا تحلل من العمرة كان وكان كان وفات ومرا كان هنا وفات بهذا بهذا الترتيب تعود هي جهات بصفة مختصرة لأن هاي حكام هاي عيدة لكي الحج والأحكام ممانعها كي ممانع الحج وأحكامها كيفو وهذا حاولت عن الملخص طوف يعود المعتمر والمعتمرة يضاح لهم الطريقة اللي يأدوا بها العمرة وأشكركم والسلام عليكم